بس هبدأ بك انت التحليل رأيك كيف اللي حصل؟ طيب قبل ما نخش بالتحليل احنا عايزين نخش بالتحليل لا اخد ديها حقهم لا حقهم الاهلي واجه كل الفرق الكبيرة الاهلي لما راح يلعب الهلال قالوا ده جايبين لك موسى مريجة وجايبين لك ايجالو وجايبين لك سالم الدسري والاهلي ياخدوا سكور فالاهلي بمنتهى البساطة بيكسب بربعه يجي بعدها بشوية يقولولوا ده انت رايح تلعب تحجد ده مقبرة الاندية في ملعب الجوهرة فالاهلي يكسب بالراحة بثلاثية وكانتي ورومارينيو وعبرزق حمد الله وكل مجوم التحجد يجي بعدها يقولوا لا تتلعب بقى افريقة من اليابان كمبيوتر ومكان واداء مختلف وشكر مختلف فالاهلي يكسب بربعية برضو بالراحة يجي النهاردة يقولك العين اللي قدر يكسب هلال خسوس لان هلال خسوس نسخة مختلفة تماما فقولوا ده العين اللي كسب الهلال والليسه عامل جيم كبير قوي قدام الهلال تاني وخسران خمسة اربعة كل الكلام ده ولا ليه اي معنى في قموس النادي الاهلي بمنتهى البساطة الاهلي تفوق على الجميع صخرة تحطمت عليها امال كل الجميع الاهلي مش بطل افريقيا واسيا والمحيط مش بطل نص العالم الاهلي يحكم قبضته على نص العالم لانه ده ما حصلش النهاردة الاهلي بقاله سنين وهو بطل المنطقة دي كلها فالاهلي بمنتهى البساطة هو رسالة بسيطة انا بكسب في المغرب بكسب في السعودية بكسب في الامارات بكسب اي حد وبكسب على ملعبي وفي وسط اي مهيري تتويجة لكل الهاتف هاي